اشتركوا في القناة معالي الدكتور نايف بن محمد الحجرة فالمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور الشيخ مشعل جابر لحمد الصباح المدير العام لهاية تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ذلك على هامشي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 بدافوس وخلال اللقاء تم استعراض المسار المتميز للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين البحرين والكويت في مختلف المجالات وما يشهده العمل المشرك من الزهار على كافة المستويات كما تم استعراض أهم القضايا والمستجدات لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الاقليمية والدولية وسبل دعم الجهود الرامية لتعزيز التنمية الشاملة والتقدم والزهار لدول وشعوب المنطقة